اهلا ومرحب فيكم مشاهدين من يديد مخرجة سعودية سينمائية شاب تم تكريمها في عدة مهرجنات وفعاليات فنية وثقافية كبرى عالمية وأقليمية كان آخرها خلال مهرجنات أقيمة فنية وأقيمة في ألمانيا وأيضا أستراليا وأيضا الإمارات تتصف أعمالها بالفكر المبدع والخيال الخصب والثري وتعكس أيضا قيم التسامح بين البشر على مختلف أطيافهم والتي تؤمن بها وتترجمها في أعمالها الفنية الأمر الذي نتج حن تكريمها بلقب سفيرة للسلام وأيضا التسامح الدولي يعني ويانا سفيرة التسامح الدولي ومخرجة سينمائية شاب ففعلا ختمها مسك صحيح يعني قيم مجتمعية جميلة مروء أيضا عالم الفن والسينما وعالم الإخراج اللي مش الكل يقدر يبدع فيه أكيد وينوع فيه لهذا مروء ومشاهدين خلونا نرحب معاكم بضيفتنا في الستيديو المخرجة السعودية المتميزة عبير عبد الله صباح السعادة عبير هلو سهلا هلو مرحبا يا الله مرحب فيك عبير في البداية نتكلم عن هذا التعلق وهذا الحب لعالم السينما وبداياتك هي في النهاية الشغف أو الباشن أو الموهبة تختارك أنت ما تختارها فالحمد الله الموضوع جاني مثل الإلهام فبديت أنا كانت في البداية معاي الموضوع بدأ في الكتابة فكنت أبحث في داخلي عن أفكار جديدة كانت الخطوة سراحة مش خطوة سهلة أبدا كانت خطوة قوية جدا لأنا أنه حقيقي أبدأ أكتب وأعرض فكرة أنه أنا بدرس السينما على والدي فتعرف عندنا في سعودية الموضوع كان يعني قبل مثلا عشر سنوات تقريبا كان حاجة يعني جديدة كان فعلا فاجأت نعم فبديتها بالكتابة أول حاجة بديتها أنه أبغى أكتب أنا أبغى أروح أدرس أكتب فبديتها بموضوع أنه في النهاية بعد الكتابة اكتشفت أنه الخطط اللي أنت ترسمها لنفسك في النهاية وأنت قاعد تكتب والإلهام اللي يجيك تبغى توصل رسالتك بطريقة أخرى مش بس الكتابة فواحدة من الأساذة كانوا معانا في لندن شافت في كتاباتي الكاركترز أو الشخصيات تتحرك قالت لي كم مرة أنه أبغاك تأخذي الموضوع هذا للخطوة أخرى أبغاك صدق ما تكون خطوة حتى قفزة أنه ضروري تجرمي شي جديد قلت لها أوكي يعني بحاول أوكي فأخذت كورس بدون الوالد أنا ما فاجأت يعني أوشي على أساس أنها كانت كتابة الموضوع لكن بعد فترة أخذت الكورس هذا حق البردوكشن والحمد لله يعني بديت أحب الموضوع طبعا بعد ما رجعت هنا بدأت المواضيع إن شاء الله الحمد لله بدأت المتزيد طيب عبير بديتي درستي خارج السعودية صح؟ أكيد هذا الموضوع أيضا أكسبت خبرة معينة وخاصة أنه في طرح القضايا في السينما هي صلب الموضوع هل في هذا الموضوع شعرتي بأنك تسبتي شيء من الخارج تطرحين المواضيع بشكل يمكن أكثر جرئة؟ يعني صراحة كلمة جرئة هذه ما أعتري يعني إحنا داينا نستخدمها كلمة جرئة يعني أنت في النهاية تتبع رسالة في داخلك صحيح إنه إلهام نعم إلهام يكون جايك من مكان معين يكون إحنا كبشر وجودين على هذه الأرض حتى نقدم رسائل كل إنسان جايب رسالة معينة لكن إن أنت تقعد تتحدى جروب معينة أو جمهور معينة أو تحكي إنه والله لا أنا بقدم شيء ملفت أو شيء مختلف إنه أوكي يا عندك هدف عشان توجه رسالة معينة عشان ترقى بمجتمعك صحيح هذا أهم حاجة هذا أهم خطوة أن تكون في بالك لكن إذا كان عندك فكرة أنه والله أنا لا بتحدى وبظهر نفسي هذا شيء لا دخل في الإيغو أوكي لا دخل وحب الذات في الأنا فنحاول نفصل إحنا دائما بين هالنقطتين يعني بالذات في الكتابة يعني أنت ما قلتك أنا موضوع الكتابة هذا إلى الآن يعني أنا ما زلت أكتب وإن شاء الله يعني تطلع أفلام إن شاء الله تكون فيها لها وقع ثقيل جدا إن شاء الله عبير قبل ما تحولين النص إلى يعني عمل أخراجي أو علم عمل سينمائي عفوا كيف تبدأي تدرسينا كيف تشوفين فعلا أن رح المجتمع يتقبل هذه القضية خاصة المجتمعات الخليجية هو صادقة أنت التحدي اللي حصل في آخر فيلم أنا سويته اللي هو الخيال العلمي كان عندي تخوف كثير من الناس أنه فعلا ما يفهموا ما يستطيع الناس يكونون شوية مستغربين فكرة خيال علمي وخليجي عرفتي أنه الموضوع مش سهل يعني أنه في النهاية احنا عارفين الخيال العلمي هذا يعني دائما ريليتد لناس يكونون واردي فاهمين هالأمور واردي يعني موجودة في تاريخهم في ثقافتهم يعني لكن صراحة بعد ما عرضوا الفيلم كان ردة فعل الجمهور أقوى من ردة فعل سينمائينا في السوم يعني كان الناس فعلا من تبهيل لها الفكرة وفي نفس الوقت كان عندي فكرة أنا عظيمة من ناحية اللي سالفت أنه أنت تحط رسائل في كل شخصية تحكي في رسالة في الحوار احنا ما نقدم حوار يكون حوار مجرد أنه والله كيف الحال صباح الخير عطني قهوة ومعرف إيش من هالحكي يعني عرفت الحوار اللي هو العادي يعني الفارغ لازم في كل مشهد الحوار يبنيك يبني المشهد لمشهد آخر أنت ضروري وانت تقدم حوار بين الشخصيتين يعني الشخصيتين كلهم مع بعض يبنون التنشن أو الرسالة نفسها أو يبنون بعض أو يساعدون بعض أو في نفس الوقت يعني أنك توجه لمشهد آخر كان صعب جدا أنك فعلا تبحث كان أصعب شيء أنك تحط رسالة في كل جملة هذه محذاتها مسؤولية عبير سويتي فيلم الأخير وهو Gold of the Maze صح خلينا نشوف مقتطفات منه وعقوبة بسألتنا صح يلا أنت كنت مجموعة الآن الانفترون الوصول 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 المترجم للقناة فقط لدينا هذا المترجم هو أن تسرع تسرع إلى المنزل يا أبي العقل والقل أهم من العقلات من الأسلحة أنت حي؟ أنا حي نفع نفع المنزل ونفع المنزل ونفع المنزل ونفع المنزل ونفع المنزل واضح عبير من اللقطات والمقتطفات هناك رسالة من الموفي وخاصة كلمة الوالد لابنه وخاصة أنه مشهد صغير ولكن كيف ما بال الفيلم كامل خبرنا أكثر عن الفكرة ما هي الفكرة من هذا الموفي؟ الفكرة هي بعد أحداث كارثة معينة حصلت في منطقة سواء منطقتنا أو منطقة أخرى حولت أخلي الموضوع مفتوح على قد ما أقدر لأن عشان ما أكون ركزت على منطقة واحدة أو مجتمع واحد فأخليت الموضوع انترناشنال أكثر شخصيات من جنسيات مختلفة فالفكرة كلها بشكل عام بعد ما تنقرض الحضارة الموجودة الآن في النهاية أنت تبحث عن الكنز الحقيقي الكنز الحقيقي يكمن في شيئين في البذور في المصادر المصادر القبيعية وفي الحب بدرة الحب في داخلك فهي نقطتين فلو شفت الفيلم إن شاء الله بيكون واضح عبير نتكلم شوية عن واقع السينما خاصة في دول الخليج مش في العالم العربي في دول الخليج بالذات أول شي جربتي قلتي كتابة وبعدين دخلتي عالم الإخراج كيف تشوفين هذا الواقع؟ وليش في بعض الأفلام لما يسوونها مثلا وتكون في يوم الثنين خليجيين أو خاصة بالمجتمع الخليجي تشوفين شوية ممكن يقولك الفيلم ما نجح أو ما في وائد مشاهدات لهذه الأفلام؟ أنا أتوقع الموضوع يرجع ترى للإقبال من الجمهور يعني في النهاية إذا أنت قدرت تجذب انتباه الجمهور انتباه الناس بتقدر تكسب الإنبسترز والمستثمرين بتقدر تكسب شركات الإنتاج بتقدر تكسب كل أحد في النهاية أنت توجه رسالتك للجمهور وإذا فهمها الجمهور خلاص نعم هذا وجهة نظري أتوقع أن في النهاية الموضوع يرجع للجمهور نعم عبير كرمتي من قيادة العامة لشرطة بوظبي من فترة وكان في من بينهم أمية أمية شخص ومن أمية أظني جنسية وخمستعشر إماراتي كان من ضمن هذا التكريم هذه هي الصورة خبريننا أكثر شو يضيف لك وشو إحساسك بهذا التكريم؟ هو يعني التكريم عزيز على قلبي حقيقي يعني الإمارات في النهاية إحنا كلنا واحد والإمارات وطن يعني أنا صراحة فخورة كل الفخر بهذا التكريم وهذه مسؤولية بحد ذاتها أنه أنت في كل خطوة تأخذها في حياتك تكون قاعدة تخدم وطنك تخدم مجتمعك تخدم أهلك بالعكس يعني أضاف لي دافع أكثر لقدام إن شاء الله إن شاء الله أقدم شيء يفخر في مجتمعي أكيد إن شاء الله عبير الإبداع والإبتكار اللي دايما نتحاولين يعني يكون عنصر أساسي من كتاباتك وأيضا من أعمالك الإخراجية والسينمائية كيف ساعدتك على توصيل الرسالة بالشكل الواضح؟ يعني هو في النهاية يعني الإبداع طاقة وهالطاقة هذه إذا وجدت سواء في داخلك إنت أو في داخل أعضاء الفريق حقك أو لو في بيتك لو موجود في إختك لو في أخوك هذه الطاقة إذا عرفت أنت توجهها وعرفت يوميا الموضوع lifestyle الموضوع طريقة حياة أو سلوب حياة يعني في كل خطوة في يومك تكون فعلا أنت متوجه لأن تكبر مع كل دسجل وقرار في يومك عبير لقبتي أيضا بسفيرة للتسامح والسلام الدولي خبريني أكثر عن هذا اللقب؟ يعني هذا اللقب صراحة شرف كبير حقيقي ومثل ما قلتك مسؤولية مسؤولية كبيرة وبالعكس هذا أضاف لموضوع الموهبة في داخلي هذه أني أوجهها فعلا أنها تخدم هذا اللقب وتخدم التسامح والسلام لو لاحظت في الفيلم كنز المتاهة كل مرة يظهر فيها الطفل نحكي عن رسالة موجهة للطفل فمثلا رؤية الطفل ماسك السلاح هذا يعني شيء غير محبب فبالعكس يعني الرسالة التي قدمها الأستاذ الكبير عبدالله الجفالي في شخصية تجسيد شخصية أيجنت كي كان شيء عظيم يعني كانت رسالة بحل ذاتها واضحة للناس حمد جعله حبيلنا نتكلم عن التكريمات والجوائز وأيضا المهرجانات هل هي فقط عامل لقياس نجاح المخرج ولا هناك عوامل أخرى تقدري فعلا تقيسين فيها نجاحك وتقولين أنا مخرجة ناجحة قياس النجاح في الجودة في جودتك يعني في النهاية ما نقيس النجاح بأمور تكون أول شيء أنت ما تقيس نفسك هذي أول نقطة ثاني شيء أنت طاولين party أنت طاولين Lee author تقدم على الناس و الإنفلوانز التي يظهر في زملائك في الناس الذين معاك هذه بحد ذاتها يعتبر نجاح عرفتي فإذا أنا نجحت أو شويت خطوة ويعتبروا واللي حولي أن هذا هو النجاح فعلا وخطوة قوية جدا هذا دافع للكل وأنا في النهاية اللي يكون عنده حالة يعني إلهام ويكون عنده صدق يعني قدرة على أنه يعطي أكثر أنا أفتح مساحة كبيرة جدا يعني أنا عندي مفاجأة مع شاب إمراتي قريبا إن شاء الله بيكون فيلم أكشن إن شاء الله فبيكون يعني خطوة جميلة هو جاني من نفسه الولد قال لي أنا أبغى أسوي حاجة وأبغى صدق يعني أقدم شيء أكشن يعطني شوية فرصة خلنا نكتب الجميل أنت أنت اللي تكتبين وتخرجين يعتمد ترى مو بكم لها يعني أكيد يعني يعتمد أنه في بعض المشاريع ضروري أنه يكون تعطي مساحة لكل فرد في فريقك أنه يقدم أكثر عبير عندك رسالة وهذا واضح رسالة مجتمعية واضحة واضح من كلامك ومن إجاباتك هذا الموضوع ولكن بشكل مباشر ما هي رسالة تتنحو المجتمع؟ هل تسعين لأنه فعلاً يتطور المجتمع والطورين وعيهم للمجتمع؟ يعني ما في أحد هو اللي يتطور المجتمع مساعدة أي مساعدة أو مساندة يعني فعلاً معك حق أنت في كل رسالة أو فيلم أنا أكتبه طبيعي بيكون فيه شيء يساعد الناس أنه تبحث أكثر صحيح تحاول تفهم ماذا يعني هذا هذا المقولة أو هذا الشخص ياشي قاعدة تقول صحيح فهذا كانت في أفلامي سريالية لقبل كنت حاول أقدمها بطريقة يعني أنه الرسائل فيها كانت أكثر فتح مساحة للجمهور أو الشخص المتلقي أنه فعلاً يشوف ويحاول يتفاعل مع الفلم واتفاجأت كثير أنه كذا يعني من البروسبيكتبز كذا منظور جاني حمدًا كذا منظور يعني مختلف يعني في نهاية وجهات النظر أكيد مختلفة يعني بالنسبة للمخرج الكاتب وأيضاً أفراد المجتمع عبير نتمنالج كل التوفيق وكل النجاح في هذا العالم وعالم الكتابة أو الإخراج عبير عبدالله المخرج السينمائي نورتينا في هذا الصحي لا أعجب أن تفرم